السلام عليكم ازيكم عاملين ايه? معكم شيموه وارت. هقدم لكم فيديو جديد في فن الزنتنجل. اللي حابب يعرف عن الفن ده اكتر الفيديو على القناة. هسيب لكم رابط الفيديو. كل مرة منكمل جزء من الكتاب المفاسيح العشرة للنجاح للدكتور ابراهيم الفقي في التنمية البشرية. كنا بدأنا في في الكتاب في اول فيديو في فن الزنتنجل. في الفيديو ده هنعمل لكافية انشاء زنتنجل مع تشابك. انا احب زلك يأخذني الوضع زنتنجل كامل. هنا اكون بانشاء زنتنجل الابيض والاسود البسيط. يلا نبدأ في كراءة الكتاب واحنا بنرسم مع بعض. الان اقدم لكم استراتيجية الدوافع القوية. واحدكم بشراء دفتر مذكرات ودوناع فيه يوميا على الاقل سلس اشياء نجاحكم تبهيها في ذلك اليوم. وليس من المعقول ان يكون ظنك انك لم تكن بعمل شيء نجاح للاطلاق. في اليوم. لانك ما زلت تتنفس وبصحة جيدة. وعندك افكار مفيدة ولك على وقت اطلق على هذا. رفيقي الى النجاح. واقرأها من وقت الاخر لان ذلك سيزيد من حماسك بسرعة. اتنين. كن بعمل قائمة بالاشياء التي تريد شراءها. وفي كل مرة تنجز عملا ناجحا اشتري لنفسك شيئا من هذه القائمة. قد يكون العمل الناجح هو صفقة مربحة او مجاملة لصديق لك. او دبط العواطفك عند اللزوم. قد تكون مكافأتك هي دعوة على العشاء او شراء كتاب مثلا او مشاهدة فيلم ومضحك الى اخره. تلاتة. كن بعمل شيء خاص بك مرة في الاسبوع. قلقين بتمرين رياضية او تناول وجبة صحية او التنزو في مكان هادئ. اربعة. تضرب على الرابط ثلاث مرات يوميا وتأكد انك تكون بعمل ذلك باحساس وشعر صادق وتأكد انك تنجح في كل مرة حتى تصبح هذه العملية تلقائية. اتكلمنا على الرابط دوت في الفيديو اللي فات. اللي عايزي يعرف اكتر عنه هي شوف الفيديو اللي فات. وهي يعرف احنا بنتكلم على ايه. نكمل القراءة. صر على الضرب بخطوة خطوة. هذه حياتك تصرف فيها الان. استمر في حماسك المشتعل. وتذكر دائما. عاش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك. عاش بالامان عاش بالامل. عاش بالحب. عاش بالكفاح. مقدر قيمة الحياة. المفتاح الثاني طاقة. وكود الحياة. مقولة هيبو. الرجل الحكيم هو الذي يعتبر ان الصحة هي اعظم نعمة للانسان. عندما تكون على دركة مرتفعة من الحماس تكون طاقتك عليها ليس كذلك. لان الدوافع تمدك بالطاقة. لكنك دائما في احتياج الى شيء اضافة للدوافع لتوليد كمية كبيرة من الطاقة عندك. وفي هذا الجزء سأرشدك الى اعظم الوسائل التي تمكنك من زيادة طاقتك بطريقة فعالة للغاية. على مدى اكثر من ثلاثين سنة دراست. وبحثت في كافية تأثير نظام الاكل والشربة والتنفس والرياض على النجاح. كنت بطلا لمصر في تنس الطاولة وسنوات عديدة. ومثلت بلازم مع الفريق القومي في بطولة العالم بالمانيا عام الف وتس سمية تسعة وستين. وكرياضي على مستوى المنافسة الجدية كنت دائما تحت الاشراف المبشر من طبيب الفريق والمدربين. الذين كانوا يمدونني بالنصائح الطبية. فكونت عادات صحية وسريمة منها. انني رغم اصفاري للخارج ومعيشتي في المجتمع الغربي لاي اطاعات الخمول ولا او دخن ولا اصغر. حتى الشاي والقهوة المشربات الغازية لا يوجد لها مكان عندي. واعتبرت ان الحياة الصحية السريمة هي اهم اولوياتي. في اعتقادي انه من الممكن تقسيم الناس الى ثلاثة انواع. النوع الاول هم الناس الناجحون من جميع النواحي. يعملون باجتهاد وزكاء ويأكلون بطريقة صحية ويملسون التملينات الرياضية بانتظام. ويخصصون دائما وقتا كافيا لهم والعائلتهم. ويستطيعون ان يعيشوا حياة صحية متوازنة. النوع الثاني هم الناس الذين يتركز نجاحهم على العملهم. وعندهم هدف رئيسي في حياتهم. يتلخص في العمل الدائم باجتهاد. والتوسع في العمل وتكوين السرعات. في الحقيقة انهم ينجحون ماديا. ولكن يأتي هذا النجاح على حساب نواحي اخرى في حياتهم. فمثلا يكون نظام زائهم غير صحي. يدخنون يدمنون تناول الشيء والقهوة بشراه. وربما يتعطون الخمر. ومن النادر ان يكون عندهم مقتل ممارسة ايها تملينات رياضية. وهم دائما الشكوى انه لا يوجد لديهم مقتل اي شيء. اخر سوى العمل. فهم دائما مشغلون بسبب التزاماتهم في العمل. النوع السالس. هذا النوع من الناس هو الذي يعيش حياته في حلقة مفرقة. فهو يشكل المجموعة التي تبدأ يومها بالسجارة وفنجان الاهوة ثم يبدأون حربهم مع حركة المرور ذهابا الى العمل. ويعودون. ويعودون اخر اليوم الى المنزل لتناول اسرع واجبة من الطعام بصرف النظر عن كيمتها الغذائية. ويشاهدون التلفاز حتى يغلبهم النوم. فهم مع السجارة والاهوة طوال النهار. وكلما يفكرون في مراسة ايها رياضة. اي رياضة بعد كل هذا يندبون حظهم السيء على طاقاتهم الضعيفة وصحتهم المتدهورة. هذه الانواع السلاسة من الناس موجودة في كل مكان في العالم. لدرجة ان بعض الباحثين في امريكا وجدوا ان واحدة من كل اثنين من الامريكان يموت بمرض من امراض القلب. وواحد كل سلاسة يموت بالسرطان وهؤلاء الناس يقعون في مصدت رفع مستوى حياتهم بدلا من يعيشوا فعلا حياتهم. وقال جورج العقل السليم في الجسم السليم. ولا بد من رفع مستوى كليهما حتى تعيش حياة صحية سليمة. في احدى محضراتي تحت موضوع الحياة الصحية السليمة سألت الحضرون من منكم يكون بتربية كلب او كطة. وكان من الطبيعة ان يرفع بعض الحضرين ايزيهم. وقال احدهم انا ان عنده كلب. فسأله هل تستحب كلبك في نزهجه اليومية للمشي كل صباح? فقال طبعا ولا مدة ساعة كاملة. فسألته هل تقدم له السجائر وتعطيه خمرة وتطعمه اي طعام كان? فقال بالطبع لا. فسألته كم يساوي هذا الكلب? فقال خمسمائة دولار. ثم سألته ما هو نظام غزائك كل يوم? فقال انا لا اتناول وجبة الافطار في الصباح. ولكن اكتفي بشرب الكثير من القهوة. وفي وجبة الغزاء. اتناول بعض الصندويتشات بسرعة بسبب انشغال الشديد في العمل. اما في العشاء فانا اكل اي شيء موجود بالمنزل. فسألته هل تمارس تمرين الرياضية? او هل تزاول اي الرياضة? فقال لا. فليس عندي وقت لذلك. وكان اخر سؤال اللي وجهته اليه هو? هلأ انت مدخن فقال بحماس? نعم. ادخن حوالي يلبك كاملة من السجار يوميا. فقلت له دعنا نحلل هذا الموقف. انت تقدم لكلبك الطعام الخاص به. الذي يشتمل على العناصر الغزائية. التي يحتاجيها وتوظب على ان يكون بالمشي كل يوم. ولا يتناول اي مكيفات او خمور. وكل ذلك حتى تحافظ عليه. اما عن نفسك فانت تدخن البه كاملة من السجار يوميا. ولا تمارس اي رياضة وتتناول اي طعام بصرف النظر عن كيماته الغزائية. وتشرب القهوة بكسرة. بالرغم ان جسمك هذا يساوي مليارات من الدولارات. فدحك وقال لذلك اعتقد انني ساموت قبل كلبي. لنكتشف معنا الان من هم لصوص الطاقة. او اللصوص الطاقة هو عملية الهضم. هل حدث انك استيقظت صباحا بعد نوم عميق لمدة ستة او سمن او سمن ساعات او حتى عشر ساعات ومزلت تشعر بالتعب? اذا حدثت ذلك فاحدة الاسباب الرئيسية هو سوق الهضم. فقد تكون تناولت وجبة دسمة وذهبت للنوم بعدها مباشرة. ففي هذه الحالة يكون الجسم مستيقظا ومنهمي كانوا فيه هضم الوجبة الدسمة التي انهكت به قوة. ويحدث الشيء ذاته عندما تتناول وجبة كبيرة عند الافطار. فان اكثر من ثمانين في المية من الدم يتجه للمعدة لمساعداتها على الهضم. واذا ما تناولت وجبة اخر خلال اربع ساعات فانت توجه جسمك اكثر من اللازم. مما يسبب نقص الطاقة عندك. ثاني لصوص الطاقة هو القلق. عندما تشعر بعدم الامين بالنسبة لاي شيء متعلق بالعمل مثلا او بالعلاقات الاجتماعية وتظل دائما التفكير في هذا الشيء. فالذي يحدث هو ان طاقتك الفعلية ستكون بسلب جزء من الطاقة الجسمانية والعاطفية حتى تغازي عملية التفكير. وبالتالي تشعر ان طاقتك ضعيفة. ثالثا لصوص الطاقة هو الاجهد. عندما تجهد نفسك اكثر من اللازم. ستشعر بالتعب وتشعر بنقص في الطاقة. وما دام الطاقتنا هي وجود حياتنا فيلزمنا التركيز عليها. والسؤال الهام كيف يمكن رفع الطاقة عندنا. هناك ثلاثة انواع رئيسية من الطاقة. وهي الجسمانية والعقلية والعاطفية. الطاقة الجسمانية في الحديث عن الطاقة الجسمانية سنتانية والتنفس ونظام التغازية والتمرينات الرياضية طبعا. اولا التنفس. التنفس هو اول خطوة لتوليد الطاقة الجسمانية الكبيرة. فصحة الجسم تكون على نفس مستوى صحة الخلايا التي يتكون منها. فمن الممكن ان تظل على قيد الحياة دون تناول اي طعام لمدة اسبوع. وبدون تناول الماء لمدة تمانية واربعين ساعة. لكنك لا تستطيع البقاء دون تنفس اكثر من خمس دقائك. وكثير من الناس لا يعرف الطريقة الصحيحة للتنفس. فاغلب الناس يستخدم اقل من سلس قدرة الرئتين على التنفس. رغم ان الهواء متوافر مجانا. وعليك ان تتأكد من ان اي برنامج صحي تتبعه هو بيركز على التنفس بطريقة سليمة. فبرامج تمارين العقل والجسم مثل اليوجا والتأمل والكاراتي والسباحة. تركز جميعها على قوة التنفس. فالتنفس بطريقة سليمة. ينظف الجهاز الجسم بطريقة فعالة بمدار خمسة خمستاشر مرة اكثر من الطريقة العادية. وقد قال في زالج دكتور روبر الحاصل على جائزة نوبل في في علم وظائف الخلية. انا الاكسوجين ضروري تكوين خلية صحية سليمة. وانا نوعية الحياة التي تعيشها بيحددها نوعية خلية جسمك. وعلى زالج فامداد الجسم باقصى كمية من الاكسوجين. لابد ان يكون هدفك الاول. وحرصك الاشد لتعيش حياة صحية سليمة. ولتوليد كمية كبيرة من الطاقة. وعند الحديث عن التنفس ينبغي ذكر نوعين من التنفس. الاول التنفس التفريغي. طريقة اه طريقة دي من التنفس هي التي تنقي خلية دم من ايها شوائب. من الممكن ان تسبب اه انسدادها. والوصول لهذه الطريقة من التنفس يمكنك عمل الاتي. استنشك من الانف حتى العد الى اربعة. واملق الرأتين بالهواء. احتفظ بالهواء داخل الجسم حتى العد الى عشرة. فرج الهواء ببطء من الفم حتى العد الى خمسة. كرر التمرين بحيس تزيد من مدة الاحتفاظ بالهواء داخل الجسم. وتكون بتفريغه دائما في نصف المدة. فمسلا لو احتفظت بالهواء داخل الجسم حتى العد الى اتناشر. فعليك القيام بتفريغ الهواء حتى العد الى ستة. ولو وصلت حتى العد الى ستاشر يجب ان يكون التفريغ حتى العد الى تمانية. وباستمرار يجب عليك زيادة الوقت. وبالتدريغ وببطء. وتذكر دائما انه لا يوجد حدود بخلاف تلك التي تفرضها انت على نفسك. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هنكمل في الفيديو القادم بازن الله في رعاية الله. مع السلام.